أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة قناة السويس هتكلم عن الافتتاح الجديد ليس الافتتاح اللي هو في قرن الأول ما تفتح لا اللي هو سنة 75 حتى بعد حرب 73 من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا تقريبا 220 مليار دولار خليت المتوسط أربعة خليت المتوسط أربعة 200 مليار دولار لو حد كان شل عشرة في المئة من الرقم ده وحطه في صندوق خليبلكوا صندوق داخل البرلمان ليه صندوق عشان يتديله حصانة قانونية ما حدش يقدر لا مواغزة ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا أي حاجة تبقى للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي تحطت الجزة الدولة الرقابية تفتش عليه طبعا جهة السيادية مسؤولة عنه طبعا كل حاجة ترجمة نانسي قنقر